السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم للأسف الخبر اللي موجود في عنوان الفيديو صحيح وبالرغم من أني إلى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل إدارة النادي الأهلي السعودي عن الأمر إلى الآن يعني إلا أن كل الصحف بتؤكد الأمر كل الصحف بتؤكد أن العكيد عمر السومة تعرض للإصابة بفيروس كورونا اللعين سلامات عمر السومة وإن شاء الله بإذن الله تعود من الإصابة بشكل سريع جدا وإن شاء الله تعود مرة أخرى لتتصدر قائمة هداف الدوري السعودي وأيضا لتتصدر الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين عدد كبير من الصحف أكد الأمر مثلا صحيفة الإمارات اليوم كورونا يصطاد نجم الأهلي السعودي ومنتخب سوريا عمر السومة وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية إصابة عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي بفيروس كورونا وأيضا صحيفة مواطن بلس أكدت الأمر ضربة موجعة للأهلي السعودي إصابة عمر السومة بفيروس كورونا واختتمت سبور تلتمائة وستين وذكرت أول قرار من الأهلي بعد إصابة عمر السومة بفيروس كورونا الحقيقة أن بعد إصابة عمر السومة بفيروس كورونا كان فيه ردود فعل كتير جدا جدا من عدد كبير من الإعلاميين والرياضيين سواء داخل سوريا أو داخل السعودية ولكن الحالة الأساسية التي تم التأكيد عليها هو أن للأسف عمر السومة بشكل رسمي سيغيب عن اللقاء المقبل ما بين الأهلي والنصر لقاء قوي جدا ومرتقب والكل ينتظر هذا اللقاء المباراة كان مقدر لها يوم السابت المقبل ولكن خلاص بشكل رسمي عمر السومة سيغيب عن تلك المباراة يوم السابت المقبل تعالوا نروح مع بعض ونشوف بعض من ردود الفعل الكابتن ردوان الشيخ حسن اللاعب السوري الكبير والمحلل في قنوات بين سبورت ذكر أنا واثق من الله عز وجل بأنه سيشفيك ويعافيك وتعود أقوى من قبل عكيدنا المحترم عمر السومة وذكرت صفحة رياضة الجزيرة غياب نجم الأهلي عمر السومة عن مواجهة النصر السبت المقبل وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية وتأكد إصابته بفيروس كورونا وذكر أيضا الإعلامي السعودي وليد سعيد وهو أحد أعضاء الاتحاد السعودي الإعلامي لكرة القدم حفاظا على سلامة الجميع تقرر أن يقوم جميع أفراد الفريق لاعبين وأجهزة بعمل فحص كورونا عصر اليوم في مقر النادي الأهلي السعودي يعني الآن في الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه حلقة النهاردة هيكون النادي الأهلي كله إداريين وفنيين ولعبين بيعملوا فحص عشان فيروس كورونا وعلى الأغلب كمان عمر السومة هيعمل مرة تانية أو مسحة ثانية للتأكد من إصابته بهذا المرض اللعين واختتم أيضا وليد سعيد الإعلامي السعودي خالص الدعوات بالشفاء العاجل للكابتن عمر السومة بعد إصابته بفيروس كورونا اللهم أشفيه وعافيه الأهلي وأنا هنا معكم ومن خلالكم أدعل عمر السومة بالشفاء العاجل وإن شاء الله بإذن الله يعود كما كان وأقوى مما كان بإذن الله إن شاء الله ويمر عليه موضوع فيروس كورونا ده سهل وبسيط بإذن الله تعالوا سريعا نرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة الهمة جدا تعليق الأول من علوش علوش صديقي هي المرة التالتة يلي بكتب لك ليش ما رجعه استدعو جابريال السومي وهو مثل المنتخب ولعب لهالنادي بالسويد وهالنادي عم ينافس على الدولة أخي الغالي جابريال السومي في الفاترة السابقة لم يتم استدعائه مع الكابتن أيمن الحكيم أو الكابتن فجر إبراهيم طبعا كان فيه استدعاء مع الكابتن أيمن الحكيم من قبل ولكن ملعبش يعني تم استدعاءه ولم يشارك في أي مباراة ولكن لأن مستوى كان ساعتها نازل مستوى كان نازل جدا جدا أضف إلى ذلك أن فيه نزعة كده داخل الاتحاد السوري لكرة القدم حاليا وهي استدعاء لعبين صغار السن تكلمنا معاكم قبل كده عن سيزر حيدر اللاعب البرازيلي السوري وتكلمنا كمان معاكم مبارح مع اللاعب ماتيوس بهنان وهو عنده 18 سنة وهو سوري من القامشلي طبعا دي الأصول السورية بتاعته وبالتالي هناك نزعة لاستدعاء لعبين صغار السن عشان يكملوا معنا بإذن الله إن شاء الله في مشوار كأس العالم وتعليق آخر من كميل بيقول ذكرته أكتر من 15 لاعب وما إيجا غير سيمون أمين ومحمد عثمان وآياز يعني بدنا فعل محكي أخي الغالي عصر الحكي انتهى نحن الآن في عصر الفعل أخي الغالي الاتحاد السوري لكرة القدم الآن بيبحث أسماء من 5 إلى 6 لعيبة المنتخب السوري بإذن الله إن شاء الله قريبا هيكون في عدد كبير من المحترفين بأوروبا ولكن المهم إن هما يكونوا كويسين ويكونوا إضافة فعلا للمنتخب السوري الأول للرجال وتعليق آخر من نوري الفردوني أخي الكريم ليش ما جاوبت على سؤالي ليش اخترت التحدث عن المنتخب السوري أخي الغالي الأسباب كتيرة جدا وأنا يمكن عملت حلقة مخصصة عن الأمر ده هسبها لكم في العلامة اللي فوج اسمها قصتي مع المخرج السوري وقل بن جمعة وهو مخرج في حلب وكان لي الشرف أن أنا جابلته مرة في إحدى القنوات الفضائية القصة كاملة هتشافوها في الفيديو ولكن بشكل مبدئي أنا بحب كرة القدم السورية في الأساس بسبب عمر السومة هو أول واحد أنا تبعته في كرة القدم السورية من حوالي ثلاث سنين بعد كده أنا كنت فاكر أنه هو لاعب سعودي بحثت وراء عمر السومة وجيت أنه هو أصلا سوري وكمان كان بيشارك مع المنتخب السوري من 2012 إلى الآن وبالتالي قررت أن أنا أتابع المنبع فوجدت عمر خريبين وفجئت بأن عمر خريبين بيلعب مع الهلال السعودي من 2017 وبالتالي يعني طب ما تعالوا نرجع للأصل أكتر ومن هنا جاءت فكرة متابعتي للمنتخب السوري الأول للرجال أنا كنت بتابع الأول لشخصي ولكن حبيت أن أنا أشارك معاكم شاغفي بكرة القدم السورية من خلال تلك الحلقات اللي أتمنى أن هي بتكون يعني بتنول على إعجابكم وتعليق آخر من مصطفى كراف محمد تحياتي إلك أستاذ أحمد القامشلي منطقة تابعة لمحافظة الحسكة باعتدر جدا أنا قلت إنبارح أني ماتيوس بهنان هو من محافظة قامشلي لا هو من محافظة الحسكة من منطقة داخل محافظة الحسكة اسمها قامشلي باعتدر جدا وشكرا على التصحيح وتعليق آخر من لؤي ديالة يلعب مع الشباب أو الأولمبي مش خبطة واحدة رجال كلامك صحيح يعني المنطقي إن لعب زي ماتيوس بهنان أو سيزر حيدر يلعبوا الأول مع الشباب أو الأولمبي ولكن في مشكلتين في الأمر ده الأمر الأول أن استحقاقات المنتخب الأولمبي والشباب هتتأخر شوي يعني على الأغلب شهر ستة 2021 الأقرب هو استحقاقات المنتخب السوري الأول للرجال وبالتالي الأولى هو استدعاء هؤلاء اللاعبين لللعب مع المنتخب السوري الأول للرجال والقرار النهائي للكابت النبي المعلول يعني الكابت النبي المعلول أمامه الآن ملف بعدد من اللاعبين وهو الآن بيبحث مين يصلح ومين لا يصلح مين هيكون إضافة للمنتخب السوري ومين هيشكل عبء وبالتالي الأولى عدم استدعاءه وتعالوا نرد مع بعض على آخر تعليق وهو من علاء عليوة وهو زعلان بيقول أنت كداب حدي يحكي وإنت مصادرك الخاصة كذب أخي الغالي علاء عليوة أنا تكلمت مبرح في الحلقة اللي أنت معترض عليها عن لاعب اسمه ماتيوس بهنان ماتيوس بهنان مبارح لما تكلمت عنه ما تكلمتش من دماغي أنا تكلمت نقلا عن اللاعب نفسه وتواصلت معه بشكل شخصي وعملت كمان لقاء معاه بالفيديو وأنا اللقاء ده نشرته مبارح واسمحوا لي كمان أن أنا أنشره في آخر الحلقة دي اسمعوا دي الوقت في نهاية الحلقة بشكركم جدا على حسن المتابعة أنا مش زعلان من علاء خالص ولكن أنا مستغرب أنت تقول علي أن أنا كاذب وأنا ناشر فيديو مصور لللاعب وهو بيتكلم إن شاء الله عن مستقبله مع كرة القدم السورية ومع المنتخب السوي تقبلوا كل تحياتي شوفوا الفيديو تاني وجلوا لإرائيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم اسمي ماتيوس بهنان 18 سنة من السويد والدي أتى من القامشلي ولكني أنا تولدت في السويد شرف كبير لي أنني أمثل المنتخب السوري الأول لأنني أتابع من وانا صغير لعبت في نادي سيرانيسكا في مركز سينترباك ولعبت في الفريق الثاني في الدوري السويدي شرف كبير لي أنني أمثل نادي سيرانيسكا وكمان المنتخب السوري وأهلا بكم من ماتيوس النهاردة موسيقى موسيقى